طيب الشواحن بقى الشواحن هل هي انتشرت؟ احنا بنشوف في بعض محطات البنزين كده مكان مخاصص لشحن الكهرباء هل ده ممكن يكون في البيت عادي؟ او خليني اشرح لك العربية الكهرباء بتتشحن بثلاث طرق طريقة الاولية تتشحن في الفيشة عادية خالص ودي اسمها شحن بطيء في الفيشة بتاعتي في الفيشة العادية خالص ديها بقد ايه كهرباء؟ ضعيفة جدا حاجة بسيطة خالص حاجة بسيطة خالص خالص يعني ما تحتاجش تغيير عداد بقى لا تقولك امتى تحتاج تغيير عداد لو عايز تعمل الشحن المتوسط اللي هو بتحط وحدة شحن في البيت ودي طريقة الموصلة لو انت ما عندكش يعني عندك جراش خاص او حاجة تقدر تخط وحدة شحن في البيت دي ساعتها بتحتاج انك يبقى عندك عداد 3 فاز مش لازل بتغيير عداد بس يبقى عداد 3 فاز لانه بيبقى شحن متوسط لو بياخد من 6 ساعات لـ 8 ساعات ده بيبقى جهاز معتمد جهاز متخصصة بتركبه بتصريح من مفق كهرباء بيتركب بشكل مظبوط علشان يحافظ على استمرارات العربية الطريقة الثالثة هي المحطات العامة اللي حاجة بتتكلم عليه المحطات العامة الحقيقة احنا في مصر من 2018 عندنا بدأت مسألة المحطات العامة النهاردة عندنا 8 شركات يمكن منهم 4 كبار بدأوا يبقوا موجودين منهم شركة الواحدة عندها أكثر من 500 نقطة شحن عندها في مصر النهاردة فوق 1200 نقطة شحن موجودة كل الطرق الرئيسية السريعة الساحل والسخنة والغرداء والجونة وشرم والحيطة دي كلها دلوقتي متغزية وعليها محطات شحن سريع دي اسمها شحن الطوارئ ده في الآخر انت مبتع تمتش عليه هو أنا مفروض أشحن قدقيه وامشي بيها كم كيلو على حسب العربية يعني احنا عندنا بطاريات بتمشي من أول 300 كيلو لحد 600 كيلو 700 كيلو 1000 كيلو كمان دلوقتي قدرة البطارية قدرة يعني اه كل ما ولا مدة الشحن لا قدرة البطارية في الشحنة الواحدة تمشي كم كيلو ده حسب حقيقة العربية عاملة ازاي كل واحد حسب استخدامه مش لازم اجيب عربية بتمشي 700 كيلو لو أنا مش واري كل يوم داخل التجمه اخطها طيب تتشحن عشان امشي 300 كيلو من 6 ل 8 ساعات حسب العربية وصواء الشحن بالفيشة اللي هو العادي ده او الجهاز اللي حالك قلت عليه بتركب في البيت الاتنين بيوصلوا نفس النتيجة او نفس الأداء طبعا ما فيش اي مشكلة طبعا طبعا انا بتحسب على تعريف الكهرباء ازاي لما بشحن في المحطات العامة دي بقى لها تعريفة الدولة عاملة تعريفة سابتة للشواحن العامة عشان المستثمرين اللي حطين المحطات دي بقى عندهم عائد ارخص من البنزين ارخص ده يعني ارخص باي يعني عشرين فمام البنزين لكن هل بعد الخمس سنين مصاريف التشغيل بتعادل العربية اللي هي ببنزين ده ارخص بكتير جدا بعد الخمس سنين احنا قلنا اول خمس سنين اللي هي ما فيهاش صيانة وما فيهاش تفاصيل دي كلها لكن بعد الخمس سنين هتبدأ تعمل حاجات طبيعية ما انت بعد خمس سنين حاجات استهلكتها هيبقى فيه استهلكات لكن برضو يظل التشغيل ارخص ارخص طبعا كده كده ارخص طبعا